أعطيكو اللينك بتاعنا على الميديا فاير وأعطيكو اللينكة على الجروب بتاع الواتساب ده الكورس بتاعنا NC4 ده الشهادة أو الكورس خاص به NC4 Network Security Expert ده الـ NC4 دي related بالفايرول فقط طبعا شركة فورتينيت ليها 8 شهادات لسه نتعرف عليهم دلوقتي الـ version اللي بنشرحه هو version 7 كان الـ version القديم اللي كنت بشرحه version 6 فده برضو حاجة جديدة معكم version 7 يا شباب مش stable يعني محدش يطلع عليه في الشركات احنا بنشرحه عشان هو ده الـ official material من فورتينيت فبنشرح المتريل بتاع الـ اللي مقدمها لكن مش هو version stable هو لسه فورتينيت عاملها وفيه عليه بوكز كتير فمش كل الشركات تلعك لـ version 7 حتى لما انت بتفتح تكت مع السبورت تقول له recommend version من ناحيتك وبيقول لكش version 7 بيقول لك انت عمسلا لـ 6-4-11 6-4-10 ده اللي تستي version بالنسبة لهم recommended يعني الجندة بتاعت الكورس بتاعنا او السيكونس بتاعنا يبقى عبارة عن ايه في عندنا هنا اول حاجة introduction and initial configuration هنبتدي نعرف النهاردة ايه هي فورتينيت وايه الامتحانات بتاعتها وايه بزي الـ configuration بتاعت الفورتينيت firewall اول ما بخرجه من الكرتونة ان شاء الله لحد ما نزبط الاعدادات بتاعته لايبهات الدنيا دي كلها هنشوفها ما بعد النهاردة بعد كده هنتكلم ان شاء الله قدام في firewall policies زي يعمل policy انفز صلاحيات policy على اليوزرز وكده والناس اللي طبعها على الانترنت والنت طبعا عارفين الكلام ده كله وبعد كده هنتكلم في firewall authentication والsso single sign on اللي هو نعمل integration بين الactive directory والفورتينيت وبعد كده نشوف بقى الlogging والmonitoring على الفورتينيت والسيرتيفكت والويرفيلترين والابليكيشن كنترول والاي بي اس والانتي فيروس ده ما يعرف به security profile تماما وده اللي بيميز next generation firewall عن legacy firewall وفيه الروتينج والفيرتش والدمين والslvbn والاي بي سيك ده انواع الفي بي ان slvbn واي بي سيك طبعا هنتكلم عليهم بالتبصيل ان شاء الله وفيه الhigh availability والdiagnistics طبعا انا يعني لو خدت بالكو في محتويين في كل محاضرة انا كنت الاول بشرح محتوى محتوى فكان الوقت بيطول فانا عملتهم كده يعني ضغطتهم عشان الكرس يبقى ان شاء الله يخلص قبل رمضان لاني يعني الوقت في رمضان زي ما انت عارفين دايق جدا جدا وفيه بعد الفطار صبات ترويح فاستحالة يبقى فيه عندنا وقت علشان برضو يعني حرام لازم اديكم حقاكم في نفس الوقت اللي عايز يسافر او اللي شغال عايز ينجز مش فرقة معاه اسبوعين من ثلاثة حاجة ياخد الكرسي كامل وفي نفس الوقت يبقى فاهم طيب احنا هنبتدي الاول نتكلم عن فورتينيت فورتينيت دي شباب شركة موجودة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة اسسوها كينزي ومايكل زي دي معلومات بس كده سريعا يعني انا بحب اقولها كده في البداية اللي اتنين دول قالوا احنا هننتج اول منتج بالنسبة لنا كان الفايروول فالتنين دول عملوا منتج اللي هو الفايروول ده كان الفيزيكال بروتكت بالنسبة لهم الاولاني الفايرست منتج بالنسبة لهم طبعا حجم مباعتهم ابتدت تزيد ومش عارف ايه فانتشروا في السوق فابتدوا ويخشوا بقى في حاجات السايبر سيكورتي يعملوا كزا بروتكت تاني غير الفايروول ويشتغلوا في السوق وانتشروا والموضوع كبر معاهم وبقى يطوروا من نفسهم طبعا الناس اللي اشتغلت على الفرجن بتاع الفورتجيت القديم بيلاقي فيه تطور جامد جامد جدا في الفايروول طبعا فورتينيت دي اللي عامله البرتكت بتاع الفايروول اللي اسمه فورتجيت فايروول فيه طبعا منتجات تانية او فيندورز تانيين غير الفورتينيت فيه عندك حاجة اسمها بالاءلتو زي اللي اسمه لكم كان بيتكلم عنه فيه تشيك بوينت الاسرائيلي فورس بوينت سوفوس بي افسينس فيه كذا حاجة فيه حاجات كتير جدا جدا يعني فيه حاجات تبع جيني بار آه اس جي اسر اكس في حاجات تبع فرس بوينت زي ما قلنا في حاجات كتير يعني الكون سبتا يا شباب واحد ان انت تحقق ترجل بتاعك ان انت تحمي الشبكة بتاعتك من الاتاكس وتحمي الوزرز اللي عندك وتقفل عليهم الويب سايت وتتحكم في الابليكيشن بتاعتهم كل الفايرول بيعمل الكلام ده طب ايه اللي بيميز بقى الفايرول بلو قلتوا مثلا عن فورتي او ايه اللي بيميز فورتي عن اي نوع تاني مفيش حاجة اسمها كده حسب الانفيرومنت بتاعتك هي محتاجة ايه وانت تقدر تخدم علوم بايه يعني مثلا بلو قلتوا بتتميز بحتة الزون ان هي بتعتمد وانت بتكارف البوليسي يقول لك انا هكارف مثلا بوليس بتاعتي من الزون الفلانية للزون الفلانية فاذا انت كده بتتحكم في الترافك بتاعك بحاجة اسمها زون تمام؟ بتقسم الانترفيسيس لحاجة اسمها زون تمام؟ فده اللي بيميز بلو قلتوا عن فورتي وكمان المونيترينج بتاعه سهل كده وواضح لكن فورتي عايز تكسب شوية بتقول لك انا هجيب لي ايه فورتي انالايزر عشان يلملي اللوكز وكده ويعمل اناليسيس لكل اللوكز اللي عندنا سواء بقى فورتي ماناجر سواء بقى فورتي جيت سواء فورتي ويب اللي هو شبيه للففيف اللي هو الويب أبليكيشن سواء اللي من جيتوي فانت تقدر تجيب بلوكز ده كله من خلال الفورتي انالايزر فهي بصلها من ناحية مادية لكن بلو انتو بتتميز في اللوكز بتاعتها لان الجيو اي بتاع سهل دي شوية لكن التارجت يا شباب زي ما احنا اتفقنا ان هو واحد ان انا احمي الشبكة بتاعتي من الاتاكس والهجمات والكلام ده كل طيب الكلام ده ده كلام اكاديم شوية انا زي ما اقول لكم ان انا مش حابب يعني اخش نظر كتير زي ما كنت باشرحة لكده انا عايز الناس تبقى فاهمة عملي اكتر لاني الموضوع بيفري معهم جدا ده بناء يعني احنا بنحاول كل فترة نطور من نفسينا برضو يعني مش مبرد ان احنا بنشرح او بنتلع نقول لكم كلمتين وخلاص احنا يعني اسألوا زي ما قلت لكم ده خلت معايا الحمد لله يعني فيه ناس لحد النهاردة بتتواصل معايا والله بيقولولي ان خلال الكورس اللي اخدته معايا نزلوا شغله في اماكن كبيرة يعني فضل الله تعالى فاحنا ان شاء الله هنبتدي مع بعض كده في الكورس بتاعنا بس انا زي ما قلت لك عايزين نعرف بس ايه التريننج او ايه الاكزامل اللي هي بتاعة فورتينت ده يخلينا نروح على اه ويبسايت اسمه training.fortinet.com training.fortinet.com ده لو جيت هنا اعملت لوجين هتخش as public تمام هتخش تلوجين بي الاكاونت بتاعك طبعا اه تقدر تكارية اكاونت بالسهولة جدا يعني اه الموضوع يعني سهل يعني مش محتاج حاجة فيه عندك هنا اول ما بتفش حاجة اسمها library هتفش عليها هنا هتلاقي عندك التامن شهدات دول التامن certificate لفورتينت اول ثلاثة certificate free تقدر تخدهم مجاني من شركة فورتينت اللي هو الاني سي وان و تو و سري الاني سي فور دي related بالفورتجيت فايروول وده الكونسكت بتاعنا اللي احنا بنشرحه وده الشهادة لو حضرتك عايز certified من فورتينت بتحصل على الشهادة دي بتدخل الامتحان الدولي تحجزه بربعمائة دولار طبعا فيه فتشرات الامتحان دوت خاصم يعني تقدر تخش الامتحان الدولي الاني سي فور وساعتها فورتينت بتقولك انا معترفها بيك راجل professional في الفايروول طبعا الاني سي سيفن هي هي الفايروول برضو بتتكلم عن الفايروول يعني زي الاني سي فور ولكن بشكل advanced يعني بتتكلم من ناحية الانتر برايس اما الخامسة وستة وتمانية دي حاجات related بيكسات تانية يعني الاني سي فايف دي related بي الفورت مانجر والفورت انالايزر الاني سي ستة دي related بحاجات تانية زي مثلا الويب جيتوي والحاجات تيت او الفورت سيم وحاجات تانية كتير يعني لكن احنا من لي بنتكلم في الاني سي فورت دي الشهادات بتاعت فورتينت طبعا تقدروا تخش هنا يا شباب على الاني سي جون تاخدوا الاني سي جون تخش بس هتمتحن هنا شوية اسئلة بتجي هنا تخش على الانفورميشل سيكورتي تقولوا انرون ناو وهيطلع لك مسلا ايه خمسة مديول كده لو خلصتهم بص كل مديول بيجيب لك مسلا فيديو تتفرج عليه وبعد كده تخش لو عديته بتخش في اللي بعده لحد ما بتخلص ويطلع لك السيرتيفكت تاني يوم ده بالنسبة للسيرتيفكت طيب كلام ده كله برضو احنا ناس يعني كبار مش هتفرق معنا الحاجات دي قوي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هنتكلم فيه الانتروداكشن اندي نيشي الكونفيجريشن ايه الكلام هنا شباب انت حضرتك اول ما بتجيب البوكس كده من الفورتي او من الفيندور بتاعك او من البرتنر او من السيرت بارتي بتشتري الفورتيجيت فايروول من الكارتونة عايز توصله عندك وتشغل اول ما بتجيبه في ديفولت اي بي بتخش عليه من البراوزر تقدر تخش عليه على بروب توصل باك توباك يعني تحط الكابل بتاعك هنا في اللاب توب وتوصله في البورت اللان على الفورتيجيت وتخش على ال ديفولت اي بي اللي هو واحد تسعة개� 변جوات اطنين وواحد ستة تمانية واحد تسعة وتسعونه ده من nicely met the interface بتخش عليه يعني هتلاقي فيه عندك على البوكس كده management interface تقدر توصله وتخش على الاي بي ده يفتح معاك في الفورتيجيت ومتفعل كمان مجموعة بروتوكوليت على انترفيز ده عشان تقدر تأكسس theology يعني البرcue ده اللي هو اللي انا هوسله في المانجمينت ده البرت الوحيد اللي متفعل عليه البينج والهت بيس عشان اقدر اطوله عشان اقدر اطوله كمانجمينت اقدر افش عليه الاول مرة اعمل الكونفيجريشن بتاعتي على البوكس الاول مرة ازبط الروس ازبط البوليسي ازبط الستينج الكلام ده كله بيبقى فيه دفلت يوزر نيم وباسورد اليوزر نيم اسمه admin الباسورد بلانك يعني نوباسورد تمام وبيقول لك الاتنين دول are kistenstiff يعني kistenstiff بيش شباب حد يعرف يعني هكتبه capital ال small هكتبه small يعني انت هنا الوزر نيم capital كل الحروف small لازم اكتبها وكلها small طيب الباسورد بلانك يعني ما فيش باسورد طبعا لما بتعمل login يطلب منك ان انت تموديفاي او تعدل ال default باسورد بتاعتك اللي هي البلانك علشان تكتب الباسورد بتاعتك related weekend طيب احنا بقى هنشتغل على ايه شباب احنا طبعا الماكنة بتاعتنا احنا قلنا هنشتغل على ال EVE ال EVE دوت طبعا شايف تتعرفوه الا لأ ده حاجة advanced شوية كده بتحاكي برضو الحياة العملية تقدر تحط البوكسات اللي انت عايزها فيلموير بتاعتها الحقيقية وتشتغل اكنك شغال على بوكس حقيقي بالزبط تمام بس ال EVE مش هيشتغل إلا لما تكون عندك الفيموير يعني انا عشان اشتغل دلوقتي محتاج ايه محتاج فيما عنا حد زيادة شباب في علي الاستداخل بشمانس علي ايه مهندس معك حبيل ممكن تعرفنا بيك بس الاول كده سريعا علي العمري من السعودية موظف IT اهلا وسهلا بشمانس معك المانس خالد ساقر ان شاء الله اكون معك في الكورس ان شاء الله معادنا ان شاء الله بعد كده اهلا بيك الله يخلط معادنا الساعة 6 بعد كده يعني عشان انا وقفت وعطلت زميلك عن التركيز فمعليش انا المرة دي يعني النهار ده كده فيه يعني حاجات كده يعني مش لازم ندقى فيها او نرجع نعيد الكلام تاني بس النهار ده عادي لان احنا لسه نتعرف طيب اه لا ولا اهمك تاني عادي الكلام احنا لسه ما قلناش اي حاجة احنا بس كلمنا عن شهدات Fortinet وعرفنا ايه هي Fortinet وموجودة فين ودلوقتي بنتكلم عن initial configuration على Fortinet طبعا احنا قلنا هنشتغل على برينامج اسمه Eve الـ Eve ده install ده على firmware يعني انت لازم VMware عفو لازم تنزل الـ VMware Workstation وبعد كده تنزل الـ Eve تمام طبعا الـ Eve بتقصش عليه بالـ IP زي ما انت شايف كده بتلوجن عليه يعني خلاص بتقفل الـ VMware بتعمل لما الميز بتشتغل على الـ Eve قدي الـ Eve عندي على آآ اخذ IP من الرنج بتاعي اللي هو الانترنت بتاعي عندي اللي في البيت اخذ IP اربعة فدخلت عليه وزبطت كده آآ حاجات نود لسه مطفية ما عملتش اي حاجة زبطت الـ PCs والسيرفرات والسلشات والإنترنت ده زي اللي عندك في الشركة بالزبط الجهاز الجديد اللي لسه هنتكلم عليه ليسه هديفه بحيث ان احنا نمشي مع بعض طيب انت عملت على الـ VMware ما عملتش حاجة انا زبطت الماكنة بتاعتي نزلت الـ Eve آآ زبطت كروتين نتورك عملت خطين انترنت عشان ان هنحتاج الخطين دول عملت يعني VM-NAT آآ واحد وVM-NAT تمانية بحيث ان انا يبقى عندي اكي ان عندي خطين انترنت لاننا هنحتاجهم عندنا في الـ بلج ان شاء الله آآ سواء يا شباب بعد إذنكم هرجع لكم بتاني طيب آآ احنا كنا بنقول يا شباب ان احنا نشتغل ان شاء الله على الـ Eve ده لازم عشان تنزله ويشتغل عندك بتنزل الـ VMware Workstation وبتربطه به آآ آآ يعني انت طبعا انت يعني انا مش الغرض من الكورسي مش هشرح لك If ده حاجة انت المفروض تبقى عريفة او لو مش عريفها ما يهمكش يعني انت ركز اللي هنقفل اللي هنعمله على الـ Fortygate Firewall آآ بس الـ Eve جميل يعني خفيف و حسيت انه نوع جميل زي ما انت شايف حاجات فيرتشفال كلها بس يعني عندي هنا الفيرتشفال بي سيز دي سويتشات انا منزل الفيرموير بتاع اسيسكو حقيي انا له ايو اس حقيي بتاع اسيسكو سويتش وده برضو نفس الكلام على فكرة دول كلهم ملتي ليير سويتش بس انا هنا مغير الشكل وده كلاود عادي عشان بس نربطه بالفايرول اكي انه طالع الانترنت فدلوقتي انا عندي هنا النود هاجي ادوس كليك المين هنا اختار النود لو صريشت على فورتي نت هتلاقي فورتي جيت في عندك هنا اكتر من امجي انا بنزلها في سكس بوينت تو باتش سري سكس بوينت سيكس سكس بوينت تو باتش سيكس دي انواع فيرجان مختلفة لسه هنككلم عليها احنا اللي هنشتغل عليه فيرجان سبعة سبعة بوينت زيرو تمام اختار المكنا ديت وهدوس سيف دي المكنا بتاعتنا الفورتي اه جيت فايرول طبعا هو من شركة فورتي نت هبتدي كده يوصل الكده الخط الاولاني ببورت وون اللي هو هيبقى الخط الانترنت تمام ده رايح لبورت وون في الفايرول وبورت 2 هيرروح على الخط التاني في الانترنت بادي بورت 2 انترنت عندي وكون وفورتي 3 ده اللي هيبقى ناحية اللان اللي هو ناحية الشبكة الداخلية هيرروح للسويتش اللي عقبت للسويتشات كلها في الشركة. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اختار html5console. فهنكتب هنا الـ username admin والباسورد ev. ده الـ default username والباسورد لو انت داخل GI. اما لو داخل CLAI على ev بتدخل بالـ root والباسورد ev برضو. طيب اه انا دخلت بالـ html console. علشان اقدر افتح الـ firewall بتاعي. لو كنت داخل بالـ native console. ما كانش هيفتح معي زي ما انتوا شايفين كده. ده انا ببتدي اخش على الـ firewall لأول مرة. هنفترض ان احنا لسه جايبين الـ firewall بتاعنا وهنعمل له بقى الاعدادات بتاعته من البداية خالص. اه دي serial number اهو. 40OS. ده الOS version بتاعنا. VMware. هيبتدي بقى ايه يولي طيب انت دخل لي بقى الـ username. حد فاكر الـ default username كان ايه. الناس اللي مسح صحة. حد فاكر الـ default username والباسورد. انت الـ i داخل صح? اه انا داخل الـ i. بس. اه تدخل الـ root. لا 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 اللي انتوا بتتكلموا عليه ده الـ eeve. ده الـ username والباسورد بتاع الـ eeve. انا بتكلم على الـ username والباسورد بتاع الفورتيجيت اللي هو الـ default username و باسورد اللي شفناهم من شوية يعني على الـ username. ادمن و بلانك. ايوه الـ username ادمن والباسورد. ما فيش باسورد. الباسورد بلانك. ما فيش باسورد. طلب مني ندخل باسورد جديدة. الباسورد هنعملها مثلا ادمن برضو. يبقى ادمن ادمن. وهو بيقول لي confirm ااكد لي الباسورد ادمن برضو. خلاص انا دخلت على الـ برضو جيت اهو. لأول مرة. عايزين نعملي بها يا شباب. انا عندي هنا التبلج اهو. عندي برض 3 ده لداخل ناحية اللان. وبرت 1 وبرت 2 ده القطين الانترنت اللي عندي. هنفترض ان انا عندي خطين الانترنت يعني انا ضايف كارتين نتورك في الـ VM. فانا عندي هنا برت 1 دوت اللي رايح لو قطت ورنج. وده انا عمله على الـ VMWare انه هو بريج. بريج يعني هيخد من نفس الـ subnet بتاعت الـ ADS اللي بتاعنا الحقيقي. يعني انا عندي هنا لو جيت هنا في الـ run CMD. وقلت له IP config. ورني الـ IP بتاعي. الـ IP بتاعي 96813. والجتوي واحد واحد. ده الراوتر بتاعي اللي عندي في البيت. كارت النتورك اللي عمله في فيم نات 1 اللي هو كارت الشبكة الاولاني. هياخد من نفس الـ subnet اللي عندي. ده انا عمله بريج. لكن الكارت التاني اللي هو في فيورت 2. ده انا عمله نات. ده حاجة فيرتش والكده هياخد يطلع انترنت من الـ على الـ VMWare. تمام? لكن يعني دفت كارت تاني بـ ISP تانية. عشان يبقى عندنا اثنين ISP مختلفين. فانا عايز ازبط بورت 1 دوت اللي هو آآ بتاع اورنج وندي له IP نعمل له configure للـ IP بتاعه. ونبتده نخش عليه. فانا هاجي هنا اقول له config system interface edit port 1. انا ها edit فاني بورت يا شباب. على الـ port get firewall. حل? طيب. وهقول له شو كده وريني كده البرت ده موجود في ايه? بيقول لي ان هو البرت دوت آآ آآ في دوم روت مش عارف ايه. لا انا يعني عايز ازبط الـ IP على الانترفيز ده. عشان تدي الانترفيز دوت آآ بي لازم تقول له ايه? set mode static. احنا هنشتغل static. وبعد كده اقول له set IP. مية اتنين وتسعين. مية تمانية وستين. واحد تسعة وتسعين. اللي هو زي الـ default IP اللي بجيبه آآ اول ما بتخرج البوكس بتاعك حقيقي من الكارتونة وتخش عليه الاول مرة. الماسك هيبقى سلاش اربعة وعشرين. اللي هو تريميل ماتين خمسة وخمسين زير. طيب انا لو بنكت على الـ IP ده هيبنج معي يا شباب؟ طيب مفروض يبنج. حد عنده رأي تاني؟ المفروض نسايف الاول. طيب دي حاجة حد عنده رأي تاني يعني انا لو سيفت هيشتغل اصدق. طيب. فعالا نسايف كده. هنا امر الـ save اسمه اند. لو سيفت مش هيعمل حاجة برده. انا هنا سيفت. لسه ما بيبنجش. مع ان الانترفيس اخد اي بي. بس لسه ما بيبنجش. طيب عشان يبنج نعمل ايه يا شباب. خش على الانترفيس تاني. حد يعرف يفكر كده. ايه? ايه ديت? بورت وان. لا. على كده نقول له شو? ما تقدر نسوي للبورت? اكتيباشن للبورت. انت البورت اصلا السيرفيس بتاعت البينج مش فتحها على البرت. انا قلت لك باي ديفولت البرت المانجمنت مفتوح عليه اس اس ات ومفتوح عليه اه اه اتش تي تي بي اس و اه و اه يعني. و اه تي تي بي اس. اه. لكن انا مش داخل على المانجمنت انا داخل دلوقتي بكونفجر البرت وان اللي هو بنزبطه المين للوان على الخط بتاع اورنج. انا دلوقتي بكونفجر البرت وان. حل? علينا داخل انا مش في الحالة عملية دلوقتي. انا داخل اه عشان اكونفجر اي بي الاول مرة. لكن انت في الحقيقة. دقيقة هي اه بالزبط. لكن انت في الحقيقة مش هتكونفجر الاي بي بتاعك كده الاول مرة. انت هتخش على الاي بي ده على طول هيخش معك جي و اي. تمام? بس احنا عشان تشغلين على فلازم نددلو اي بي. فانا هنا جيت ابنك لسنا بيبنكش. طب انت زملك قال لك ايه هتكونفجر البرت السيربس. هتقول له ايه? انا جوه برت وان. سيت اللو اكسيس اعم ادي بقى اكسيس او اسمح بي السيربس ديت اللي هو ايه البينج واله تي بي واله تي بي اس. وهنقول له اند عشان نسيف. تعالك انا نشوفه بيبنك ولا لا? هنعمل ريفريش كده. بنك او. حلوة او. انت كده يا باش مهندس بتقدر تطول البورت ده. بورت وان ده. تقدر تطوله من خط اورنج. بس احنا موصلين دلوقتي بال بالادي سير بس لسه ما سمنهوش اورنج. احنا هنا انت كتبهولي بس جاستي ان هو تبع اورنج. عايزين نفتح بقى الفيرون من جوه ونشوف شكله ونتعرف عليه. تعالوا نخش بقى بالاي بي. الاي بي كان ايه? طب بكلهم. واحد تسعة اثنين واحد ستة تمانية واحد تسعة وتسين. مش ده الاي بي اللي احنا اديناهوله? طبعا. اه. ادفانسد اكسيبت. ادي الفايروول فيرجان سبعة. ولكم. يوزر نيم ادمن. الباسورد عملناه ادمن. ماشي سايب مفيش مشكلة. يدخني على الاعدادات الاول مرة بيقول لي طالب مني شوية حاجات في رتاية سيت اوب. بيقول لي سباسيفي هوست نيم وتشينجي يور باسورد عمل عليها صح وعملها لي هيدن عشان احنا غيرنا الباسورد وكمان عملنا افجريد للفيرم وير يعتبر. احنا طبعين اعلى فيرجان فبالتالي هو شايف ان كده بالنسبة له ده افجريد للفيرم وير. الداشبورد سيت اوب مش عارف ايه. تعال نقول له ايه ماشي. بيجن. ابتدي نغير الهوست نيم. الهوست نيم هنسميه مسلا هيلبر كل الحروف اسم اه كابتا. ونقول له اوكي. اه هنا بيجيب لي داشبورد سيت اوب بيعرفني كده شوية حاجات هيطلع علي فيديو كده يعرفني الايس الجديد اللي هو فيرجان سبعة انزوان ومش عارف ايه. يعني شوية حاجات فينا ملقاش لازمة هتقول له اوكي. دخلنا على الفورتيجيت فايروول لول مرة. انا داخل بص يا شباب انا على جهازي. مش فاتح بقى لفييم وير داخل من عليه ومن جوه واطلع بره. انا كني فاتح ويبسايد حقيقي اهو. وداخل من عندي من 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 اللاب. وابنج عليه من جهازي مش من جوه الفي ام. اهو على. على واحد تسعة اتنين واحد ستة ثمانية واحد تسعة وتسعين. داش تي. بيديني اهو اه ريبلاي. تمام? ده من جهاز انا ببنج على واحد تسعة وتسعين اللي هو الفيروول. حلو اهو. اه دي الفيروول. الاسم هلبر اه الداش بورد جايبلي الداش بورد شكل سبعة بيبقى اه يعني مختلف شوية عن الفيرجن القديم. احنا طبعا نشغلين على الفيرجن اللي هو سبعة بوينت زيرو بتش عشرة. اه اللي سلايد اللي هنشرح منها هي سبعة بوينت تو. اه الماكنة سبعة بوينت تو لما جيت اشغالها لكم. لقيت ان هو فيها مشكلة في بس هو يعتبر نفس الشكل. ما فيش حاجة مختلفة. اه هنا بيجيبلك على الشمال فاي فايروول سواء خمسة ستة سبعة كل الحاجات دي بتلاقي عندك. اللي هو ايه الداش بورد. الداش بورد فيها ساب تاب. يعني دي من تاب. سواني. دي من تاب. متفرع منها ساب تاب. تمام. يعني الداش بورد بتلاقي فيها الستيتس والسيكورتي والنتورك والدفايس مش عارف ايه. النتورك دي النتورك سيتنج الانترفيس هتزبط بقى الانترفيس بتاعتك. انت عندك هنا ادي البروتات بتاعتك اللي توصلها حقيه. اه اكي انك موصلها حقيقي دي البروتات الموارة اللي فيها كيبولز. المانيجمينت ده المانيجمينت اللي بتخش عليه واحد تسا و تسعين. اول ما بتا بتوصل البوكس بتاعك لأول مرة. ده واحد واثنين دول خطوط الانترنت بتاعتي اللي هو متوصلين هنا اهو. واحد واثنين. وبرت ثلاثة اللي ناحية السويتش اهو. انا نقفل دي خلاص. ونقفل ده جمان. برت ثلاثة اللي هيبقى بتاع الان اللي ناحية السويتشات والاجهزة. آآ طيب. الدنيا كده مرسومة بشكل حلو وواضحة يا شباب صح? في حد مش مش واضح بالنسبة له حاجة. طيب. آآ هنبتني نزبط ايه هنزبط الانترفيس بدايتنا بقى انت خلاص اول حاجة هنعملها الانترفيس انت زبطت البوكس بتاعك دخلت عليه نفترض ان انت خرجت من الكارتونة ودخلت على واحد تسعة وتسعين ده زي ما احنا عاملين كده. هيفتح لك نفس الشكل ده هتغير الهوست نيم زي ما عملنا. وهنزبط الانترفيس بورت وان دوت هيبقى بتاع مين يا شباب? بورت وان ده. الورانج. اورانج. تعال ندي له الياس اسم مستعار ونسميه اورانج. ادي بورت وان. تعال هنا الياس يعني اسم مسلا اه استعار اه مستعار او دلع يعني. هنسلم سميه اورانج. ده البورت وان بتاع اورانج. بحيس ان الراجل اللي يقعد على الفايرول بعدي يبقى عارف مش لازم يمشي ورا الكابل كده ويبص ده رايح فين. اه ده جاي من بورت وان رايح لأورانج. لأ انا هنا من جوه الانترفيس اه قال لي بورت وان ده بتاع اورانج. واخده اي بي كان واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية واحد تسعة وتسعين سلاشة اربعة اشفرين اللي هو تربيل متين خمسة وخمسة زيرو. وفتح لي الادمنستراتف اكسس فتح لعلي ايه بنجو اتش تي بي اس و اتش تي بي. حلو او الكلام ده. ده البورت الاولاني اللي هو بورت وان بتاع اورانج. هيبقى احنا عينين بورت تو? ده هيبقى خط تاني الانترنت. بتاع مين? فتعالة هو ادي بورت تو. هنزبطوا مين? الفودافون هندي له الياس اسمه مستعار فودافون. وندي له مسلا الرول ده هيبقى تابعة الوان بنزبط بس شكل الانترفيس وندي له بقى ايه? الاي بي. تعال ادي له اي اي بي من اي سبن التانية. هنقول له مسلا مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين تمانية وتمانين اه واحد ستلاش اربعة وعشرين. وهنفتح عليه الاتش تي بي والاتش تي بي اس. ونقول له اوكي. حلوب. كنه انت عندك ادي بورت وان بتاع اورنج بورت اتنين بتاع فودافون. ده بس سبنة واحد ده سبنة تمانية وتمانين. اه. طيب انت عندك هنا زبط الانترفيس الوان و بورت وان و بورت تو. تعال نخش على اورنج برضو نقول له ان الرول بتاعتك هتبقى تابعة الوان برضو عشان نعرفه ان ده هيبقى تابعة الوان. انت زبطت ايه كده? امشوا معي واحد واحدة انا زبط بورت وان وبورت اتنين للانترنت ما عملتش حاجة تاني. انا ده كله دخلت على الفايرول بالاي بي واحد تسعة وتسعين وزبطت عليه اتنين بورت اللي هما بتوع الانترنت. عايزين نزبط البورت التالت ده اللي هو طبع اللان. اعرفوا ان بورت تلاتة ده اللي رايح للسواتشات اللي عندنا اللي هتبقى وراها كل اليوزرز اللي عندنا بالسيرفرات بكل حاجة. فاخش على الفايرول بتاعي. هتخش على بورت تلاتة ده اللي هيبقى اللان هندي له برضو الياس اسم مستعار. ونقول له الرول دي هتبقى تبع اللان. الاي بي بتاع اللان هيبقى كان بقى شباب. اي حاجة. قل له مسلا عشرة 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 واحد سلاش اربعة وعشرين. يبقى انا عندي هنا اه انا اعمل دابل دابل سلاش. ماشي. اه هنفعل عليها الاتش تلاتة اللي رايح من ناحية سويتش. خيب انت فعلت الاتش تلاتة الاتش تلاتة دوت وقلت له ان هو طبع اللان وده بورت تلاتة. افتح لي كمان الديتش بي سيرفر. ليه يا باشمانز انا عايز الفورتي جيت على بورت تلاتة يوزع ديتش بي لكل الناس اللي برا دي. تمام? طب انا عندي سيرفرات عندي حاجة ممكن تعالي متخلوش لحد امتين اربعة وخمسين خليه لحد مية مسلا من اتنين لمية. اللي بعد مية حطه سيرفرات. حلو? لسه هنتكلم عن الديتش بي دلوقتي. طيب تمام انت كده زبطت الايه بورت وان وبرت اتنين وبرت تلاتة. فوقفت على بورت وان كده يقولك ان ده بتاع اورنج واخت اي بي واحد تسعة وتسعين. بورت اتنين ده بتاع فودافون واخت اي بي تمانية وتمانين واحد. بورت تلاتة ده بتاع مين? اللان. واللان عندنا تبقى رينج عشرات ومفعل عليها الديتش بي. انا لو جيت لمن هنا يقولك الديتش بي رينج. بتفعل هنا من عشرة اتنين لحد مية. واللي فوق ده الفورتي لينك ده ده حاجة تانية يسبك منه. طيب ده المانجمنت. منجمنت انترفيس. اللي هنا ده ده لو توصلته بكابل هيشتغل معاك. اه كده احنا زبطنا الانترفيس. حلوة. تعالى نرجع للسلايد. تاني احنا عملنا ايه? ده خدنا البوكس بتاعنا من الكارتونة. زبطنا الانترفيس بتاعتنا. زبطنا الوان. كروت الانترنت. اه عملنا كل حاجة. يعني من ناحية الانترفيس كده تمام. في فاضل ايه تانية يا شباب? تعالى نروح نشوف اللي سلايد. طيب. انت باش مانجمنت زبطت الانترفيس وعملت كل حاجة. بس انت الوقت البوكس بتاعك ده مش ريجيسترد عند فورتي نت. اه لازم تسجل البوكس بتاعك عند فورتي نت. تبقى ريجيسترد. عندهم بحيث ان انت اه تروح تاخد الابديت بتاعك من فورتي جارد. مين هو فورتي جارد? فورتي جارد دي سيرفرات موجودة عند فورتي نت. بتديك اوب ديت من السيرفز بتاعتها او الحاجات بتاعتها اللي هم بينزلوها. مثلا ال data bill signature بتاخد الابديت بتاعك من عندهم. آآ اللايسنز بتاخد الابديت بتاع اللايسنز من عندهم. الابديت بتاع الانت فايروس والاي بيس بتاخده من عندهم. فده ال fdn ده الى لان انا باخد منو الابديت بتاع الحاجات دي. طب انا عشان احصل على الابديت بتاع الحاجات دي لازم بتاعي يبقى طالع على الانترنت. مش جهاز انا ده طالع على الانترنت. لا الفايرول بتاعي لازم يبقى طالع على الانترنت. يعني انا جهازي كده لما باجي بنك. نفشها ال Run. وقول له Bing على اربعة تمانيات. يعني اخد لها Small. Bing على اربعة تمانيات. بيبنك عادي. طيب انا ده جهازي. جهازي شايف نت. وده يعني عارفين. لكن انت لو جيت هنا سيل لاي كونسول ده كونسول جوه الفورت جيت. تعال كده نقول له اكسيكيوت Bing عشان تبنك. تقول له اكسيكيوت Bing. هنبنك على اربعة تمانيات. مش هيدك ربلاي. ليه? لان الفايرول مش طالع على الانترنت. الفايرول لسه مش شافني. اقول لي يا بشماندس. لغبطني دي. مالا احنا عاملين ايه هنا. مش انت وصلتوا هنا بالانترنت. ايوة. بس انت مرميتش default route. مرميتش اي ما قولتش ان اي حد هنا. لما ايه يطلع على الانترنت? على اورنج? يرمي على ايه? صح ولا لا يا شباب? مظبوط الكلام ده? الوضحة تاني معلشة لشانس. انا دلوقتي جيت ابنك من الفايرول. الفايرول مش شايف نت. يعني الفايرول عشان يطلع ايه اوقت update من السيرويس اللي هو عايزة. مش هيعرف. انا جيت عملتي execute Bing على اربعة تمانيات. مبنكش. ليه مبنكش? يعني انت لسه قيل لنا هنا. ان البرتوان رايح على خط الانترنت اللي هو بتاع اورنج. وبرتو رايح على الفايرول فالمفروض احنا طلعين نت. جيت تبنك ما بنكش. ليه مبنكش? عشان ما فيش روت يطلعني يرميل على الجتوي بتاعي اللي هو خط الروتر بتاعي. لما جيت هنا اقول تلك. اي بي كونفج. تلك ايه? من الاي بي بتاع جهاز انا الشخصي? تلات. الجتوي بتاعي واحد واحد. انت مالتلو شرمي روت على واحد واحد ده عشان يطلع على الانترنت. اه. فاحنا عشان نخلي الفايرول بتاعنا يشوف نت. اجي هنا. واعمل بنج. اكسيكيوت بنج. على اربع تلانيات الDNS بتاع جوجل. ويديني ربلاي في البنج. لازم اطلعو اعمل له روت على الروتر اليدلسي اللي بتاعي. انا عايز اقول له ايه? اي حاجة يا فورتيجيت. عايزة تطلع برا. يا فورتيجيت. اي حاجة طلع على الانترنت. ارمي على ده. انت بس انت وصلته لي. قلت لي بورت وان. يروح لده. لكن مرمتش عليه ده فورتي روت يطلع على الانترنت. صح موضوع سهل وبسيط. بتيجي هنا تقول له استاتيك روت. كريت نيو. اي حد. باي موسك. ارمي على الجتوي بتاعك. مين الجتوي بتاعك بقى? مين الجتوي بتاعك? الكلاوة. او دوت واحد. اللي هو اللي بتاعنا اللي في البيت. فقول له الجتوي بتاعي واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية واحد واحد. ده الجتوي بتاعي. تمام? اه انت هيبقى هيطلع من اي انترفييس. انت عايز الجتوي بتاعك ده هيترمي على اي انترفيس استخرج من البرتوان اللي هو بتعملين بتاع أورا مش. العالم بنك كده يا شباب. السيكيوت بنج على اربعة اتمانيات. اه ده سحر وده ايه? شاوز. الزبط. هو بنك معي هو. وكده انا طلعت الفايرول بتاعي على الانترنت. كده الفورتيجيت فايرول تلع الانترنت. تمام? اه. اه. انت سعيتها بقى في الحالة دي انت خلاص طلعت الفورتيجيت بتاعك دوت على الانترنت فانت لو في عندك حاجة مسلا اوبديت عايز تروح تاخده من الفورتيجارد مش عارف اللايسنز بتاعتك عايز تاخدها من الفورتيجارد. بص ليسنز لست بيندنج. ليه بيندنج? عشان انت اصلا ما عندكش ليسنز. واحنا شاريين لايسنز يا شباب للآي بي اس والحاجات دي? لا. احنا بنحاكي الحياة العملية يعني انا اكيد مش هشتري لك لايسنز ونروح ناخد الابديت بتاعنا من فورتيجارد ويحصل على اللايسنز. فانت هنا اول ما توصل في الحياة العملية او في الشركة عندك اول ما تطلع الفايرول بتاعك على الانترنت هتلاقي الحاجات دي كلها بيتشغالة معاك. هيقول لك ان هي لايسنز ويجب لك اكسبيريشن ديت دي اكسبيريشن ديت ويقول لك ان هي تكسبير يوم كازا. طيب. انت كده خلاص طلعت الفايرول بتاعك على الانترنت عشان تاخد ايه? سبسكريبشن سيرفيز بتاعتك من من الف ديين. بس بيشتريت هنا بيقولك ايه? لازم الانترنت كونيكشن. لازم تكون مشترك عن الصبورت بتاع فورتينت. والبوكس بتاعك رجسترد عندهم. وكمان في انترنت كونيكشن. مش انترنت كونيكشن على جهازك. يعني مش تيجي كده على جهازك تقولي بينج على ربع ثمانيات وتقولي ده انا شايف نت الناس دي مش مش فهمة ولا ايه? لا يا مش مانس انا مش عايز جهازك اللي يبقى شايف نت. انا عايز الفايرول نفسه اللي يبقى شايف نت. يعني تيجي انا تقول لي تبنج معي. زي كده. بيديني الربلاي من اربعة تمانيات اللي ودي النس بتاع جوجل وبييقول لي ان الربلاي بتاعي كزا 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 و التايم تو ليف وهكزا. طيب. حلوة او. كده انت في الحالة دي تقدر تاخد اي من الاف دي ان. اللي هو السبسكريبشن بتاعك اللي عندي الاف دي ان. تمام? او اللي اللي انت شريها الاف دي ان او 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 بتاع الانتي فيروس. كل الفيتشار اللي بتنزل جديدة او بتاعت الانتي فيروس سيجنيتشار. اه تحصل عليها باستمرار. لان زي ما احنا عارفيني يا شباب. ده اه او ان انت لو الانتي فيروس بتاعك مش اب ديت مش اب تو ديت. يبقى مالوش اي لازمة. ليه? لان الفيتشار اللي عندك او الديتابيس اللي عندك في الانتي فيروس مش اب ديت يعني ما فيش الحاجات الجديدة اللي زاهرت الاتاكس اللي زاهرت جديدة ما دفتاش عندك او ما خدش الاب ديت ما تلاهتش لاحدث حاجة يعني. فبالتالي لو في اي حاجة اتاك جديد زهر انا هتدري ببيه لان انا مش متسجل عندي في الانتي في رس يبقى ابديت باستمرار والاي بيس نفس الكلام يبقى ابديت باستمرار اللايسنز بتاعتك عشان تحصل عليها لازم تكون طولة على الانترنت وهكذا. طيب. كده احنا عملنا اي تاني سريعا عملنا ادينا الفايرول بتاعنا نيجي هنا ادينا الفايرول بتاعنا دوت اللي هنا ده. وصلنا قلنا له هتروح على الجهاز دوت. الادس الون. وده الادس ال تو لقطوة الانترنت. وهنا انت وصلته بالكورسي ويتش اللي عندك. اللي هو هيبقى ناحية السيرفرات والبي سيز اللي عندك في الشركة والبرنترات وكل الحاجات اللي عندك. والنبورتي تلاتة ده هيبقى تابع الان. هنا انت عندك النيتورك دي كلها. الان في شبكة عشرة. وده مية تنين وستانين وستانين واحد. وده مية تنين وستانين مية تمانين وستانين تمانية وتمانين. ده صبنة مختلفة عن التامي. لازم خطوة كل خط انترنت يبقى صبنة مختلفة عن التامي. طيب. وخلينا الفايرول بتاعنا يطلع على الانترنت عشان ياخد بتاعه من الاف ديان. نتوك. حلو او الكلام ده. في حد مش فاهم يا شبك? لا تمامي مش مصف. عايزين بقى نكاريت يوزر. احنا خلاص دخلنا على الفايرول زبطناه زبطنا الانترفيسيس ودلعنا نفسنا وقال لنا الفايرول بتاعنا يطلع على الانترنت. بس انا مش هفضل طول الوقت شغال بالأدمن. انا كراجل سيكورتي انجينير مش هفضل شغال بالأدمن. انا هكاريت لنفس يوزر تاني بنفس البريبلج بتاعت الادمن واشتغل به. ليه? لاني نفترض ان الادمن ده ده سيو بس اللي عايز يبقى معاه او راجل هيتو في اي تي عايز هو بس اللي بقى معاه بسورة بتاعت الادمن. مش حضرتك كنتورك سيكورتي انجينير اللي معاك الادمن. فانا هكاريت لك يوزر تاني غير اليوزر بتاع الادمن وتشتغل به. بس ليه صلاحيات الادمن بالزبط. او زي صلاحيات الادمن بالزبط. فتجي هنا في system administrator. ده default profile اللي موجود اللي هو الادمن. والprofile بتاعك super admin اللي هو واخل full privilege. والtype local. انا هاجي هنا اقول له ايه? هنكاريت profile جديد للادمنستريتور. هاجي هنا كرييت new administrator. وهقول له ايه? ما سموش ادمن بقى. هسميه خالد. كل الحروف small. انا قلت لك هنا فير والد بتاعنا. يعني الكابتال لازم تكتبه كابتال. اللي small لازم تكتبه small. الباسورد هسميها برضو خالد. وعمل confirm خالد. ايه? ايه? انا اقول له الprofile بتاع خالد ده عايزه يبقى ايه? الرجل ده عايزه يبقى. اروف ادمن ولا super admin ولا read only. اقول له super admin. احنا قلنا صراحيات ونفس الصراحيات الادمن فلازم تختار super اما read only هو يفتح له كل حاجة بس مشادر ياخد action. يعني هتلاقي كل حاجة شايفها بس بيريد بس لكن ما يقدرش يريت او يعدل في حاجة. تمام? بس انا هقول له super admin عشان نفش بخالد ده ونشتغل عليه. اوكي? تعال اعمل admin نعمل log out من عندك. ونخش بجلوزر name اللي اسمه خالد. والباسورد بتاعته اسمها خالد. متاحني الفيروول اهو. هو هنا بيقول لي الدجبرد setup ولو later مش مهم مش هنعمل setup للدجبرد. اه ادي اليوزر name اسمه خالد. الفيروول اسمه helper. ويعيب لي كل حاجة هو وقدر ايدت واديليت. يعني لو جيت هنا في الpolicy firewool. اقدر اكارية بوليس جديدة. واقدر اعمل save. اوكي. والدنيا تمام وكله بيسمعي. طب انا اعمل user تاني. غير الادمن وخالد. تمام? بس يبقى rate only. انا متعين عندي موظف جديد. الراجل ده مش هجيبه كده من الدرن النار. يعني مش هجيبه اول ما يتعين اعاده على firewool. ييمنج الفيروول. ويعمل كل حاجة على firewool. طبعا كلام مش منطقي. يعني انت الراجل لسه جايلك جديد. عايز بس تختبره. اه تشوف قدراته. تشوف الراجل دوت فعلا. اه يستحق ان هو يبقى في المكان دوت ويمسك الفيروول بتاعنا. ويمانج الفيروول. ويعمل كل حاجة. ولا هو لسه يعني مش familiar او بالفيروول. فبالتالي مش هينفع مسيكه الفيروول بتاعنا. ويمانج الفيروول. ويدير كل الحاجات اللي عندنا. ويعدي الناس. يديها صلاحيات. يتفتح انترنت. يمنع الناس. يدي. يعمل للفي بي اين. اي بي سيك. في بي اين. او اس للفي بي اين. فانا عايزة اشوف بس الراجل كدراته عاملة ازاي. فتعالا نكريت له اكون. ونقول له ايه. ان انت بس هت ايه. هتقرى بس الفيروول بتاعنا. هتشوف بس الكونفيروول الموجودة عاملة ازاي. الدنيا عاملة ازاي. هتقرى بس الفيروول. وبعد كده ان شاء الله تديك بريبلج اعلى من اللي انت هتخدها دلوقتي. فهي جاينا في system administrator. هنكريت يوزر جديد غير الادمن وخالد دوت. هنكريت نيو administrator. هنكسمي اليوزر جديد تست. والباسور دي تست. وهيجي هنا اقول له ايه. ونفرم تست. بس الادمنستراتور برفايا للمرة دي هيبقى اسموه يا شباب. اه مسير وتعالى بقى هنعمل logout من الادمن. ونخش بالتست دوت. تست. فتح معي اهو. نقول له later. اوكي. هنعمل ايه بقى? اه. انا فتحت هو انا لسه راجل جاي جديد. اعمل لك تستعج. كون انت تخش به. بس انت لو جيت في ال policy network interfaces مثلا. مفيش ان انا اعدل في حاجة بص افتح كل حاجة اه بس همسح ماشي مفيش مشكلة. اشيل. اخرب. اعدل في شوية حاجات كده. بس مفيش ان انا اعمل ايه? اوكي. انا بيقول لي return. مفيش مفيش ان انا اعمل اوكي. بس بيقول ايه? فيش مفيش اوكي. مفيش save. فاذا انت ملكش the permission ان انت edit او تريد. انت just read only. يعني هتشوف بس كده الفيرول اللي عمل ازاي? ادي ال status. اه. فتح لك هنا حاجات اسمها widget. في ال status dashboard هنا دي اسمها widget. widget دي تقدر تنقلها كده تقدر تجيب. بيتجيب لك معلومات. يعني system information معلومات عن system. اسمه e. serial number اسمه e. firmware version. in mode. انت شغال mode. nat mode ولا transparent mode. nat mode بكل اللي بساطة. انت كده بتقدر يعني اكنك شغال في اللير سريع. يعني تقدر تدي الانترفيز بتاعة الفيرول اي بي. لكن transparent mode انت شغال في اللير طول. تمام? بيجيب لك system time. بيجيب لك up time. بقاين بقالك قديه. البوكس يشغال. بقاله قديه. احنا بقالنا نص ساعة شغالين على البوكس. يعني ما عملناش shut down البوكس او reboot. تمام? فبيجيب لك هنا system up time. اه بيجيب لك شوية معلومات كده. ادي cpu وادي الميموري وادي session. ادي session اللي تفتحي. ال administrator اللي داخل. انت داخل باليوزر. ده read only. وداخل https. تمام? فبيجيب لك هنا شوية معلومات. تمام? انت تقدر يعني تاخد فكرة عنها. وتخش هنا باليوزر. ده تقرى بس. ده جانيه administrator اللي دانا بكاريتها. فهو عايزني هنا كاريت يعني يوزر جديد غير الادمن. انا عايز بقى باش ماندسة custom حاجة على زوء يعني ايه? انا عينت موظف. الموظف دوت. اه كنا طالبين واحد يجي يمسك لنا ال vpn بس. مش عايزين حد يمسك لنا كل حاجة. يعني مش هجيب حد كده يمسك لنا كله. لا انا هجيب حد عينه يمسك لي بس ال vpn. اه فانا جايبك عشان تمسك لي ال vpn. فما لكش ان انت تشوف بقى ال policy. ما لكش ان انت تشوف مش عارف اه اي حاجة تانية. انا عايز بس التابع اللي تظهر لك تبقى ال vpn. والحاجات اللي related بال vpn. اللي ليه علاقة بال vpn. فانا عايز اكاستم كده profile لحد جاي يمسك لي ال vpn. هنعملها ازاي دي? system مش administrator بقى. admin profile. هجاهز profile كده. هسمي ايه? هسمي vpn only. profile كده بسميه vpn only. انت هنا هتفتح له security fabric هقول له لا. طب لو عايز افتح له بس ما ايه دي ما يعدلش ويدريت هقول له read. بس انا هقول له ايه? none. انت بتقول لي يمسك لي ال vpn بس صح. فخلي كله none. ما تزهر لهش اي حاجة. none دي يعني ما فيش. ما فيش اي حاجة تفتح له خالص. لا security fabric ولا 40 view ولا user and device ولا firewall ولا log and record. وهكذا. فيش حاجة تفتح له اصلا. ما فيش حاجة تزهر له. ما اللي يتفتح له ويزهر له. ال vpn. ال vpn انا عايزه. انا جاي الراجل دي يمسك لي ال vpn خليها له read and write. وهقول له اوكي. منت كده هزبط. profile اسمه vpn only. طيب. هجي في ال administrator. اكاريت بقى administrator profile جديد. نسميه مثلا احمد. كل الحروف اسمه. وهكتب ال password احمد. و confirm على احمد بال password بتاعته. بس هاجي هنا في ال administrator profile اختار انا profile يا شباب. vpn only. بالضبط. اللي انا كاريته. vpn only. طب سؤال واحد من هنا. ما ما قدرش اعد الاوادي اعمل profileات من خلال من خلال اللي هو ال user اللي انا عملته administrator اللي هو زي عملته super user ولا لازم اكتب ال admin. لا عادي عادي عادي. تعال انا امسحه. انا اديت للرجل التاني ده نفس. سوان يا شباب معلش. بسرعة يا شباب. بسرعة يا شباب. طيب زميلكو دلوقتي كان بيسأل سؤال بيقول ان انت يعني لازم عشان تتشينج اي حاجة بنفس ال user اللي اسمه admin. طبعا مش شرط. لان انا مدي ال user اللي انا كريته اللي هو كان اسمه ايه? خالد انا مسحت ال profile بتاعه. مسحت ال profile بتاع خالد. بدل ما مسحته اسطدوت او اه. تعال ان كريت خالد دوت من تاني. نسي ونتدلو super admin. وان اه نا اه نا اه نا اه نا اه نا اختار احمد اللي فهو ال VPN only دعو نكريتو باليوزر الاسم خالد طيب هاجي هنا كريتنو administrator ادي اليوزر الاسم خالد خالد بدي confirm على ال Password والadministrator profile الاسم خالد طبعا هتديلو super app فش انا بقى باليوزر الاسم خالد انا كده جوه اليوزر الاسم خالد هود اقول له later انا جوه اليوزر الاسم خالد هتديله كده ايه هاجي هنا في system interface administrator طبعا عايزين نكريت بقى واحد يمسك لي ال VPN انا عملت بروفايل اسمه VPN only فانا هكريت بيه user بالبرفايل او خليه يمسك البرفايل اللي انا عملته لل VPN اسمه ل هاجي هنا كريتنو administrator هنسميه هيبقى وكان اسم احمد ودا صور ده احمد confirm احمد و ال administrator profile هاختار VPN only انا هنا جوه خالد كريتبي profال اسم احمد وهو اللي اوك كريت عادي اصلا انت واخد privilege نفس الادمن بالزبط يعني خالد واخد super admin البروفايل بتاعه super admin زي الادمن بالزبط وكرية بروفايل تاني اسمه احمد واخد البروفايل بتاعه VPN only تعالى نلوجين باحمد ده كده احمد احمد don't save later بص احمد ده يمسك ال VPN فما فيش حاجة هتظهر له غير ال VPN يعني بص ادي ال VPN جايبلي IP6 والSL والسيستم هنا جايبلي الحاجات related بال VPN يعني هنا ده related بالSL VPN ماشي والداشبورد جايبلي status add widget اقدر اديف widget IP6 والSL يعني مش هقدر اديف اي حاجة تانية غير الحاجات بتاعت ال VPN مش هقدر اعدل في حاجة تانية هي ال widget بتاعت ال VPN IP6 والSL ال network برضو related بال VPN IP6 والSL فاحمد يعني اعينتوا في الشركة علشان يمسك ال VPN وما يشوفش اي حاجة تانية غير ال VPN لكن بايت الحاجات التانية لا مش ظهره فانت تقدر تكونترول الحتة دي بقى زي ما انت عايز شوف انت عايز تزبطها ازاي واضح الكلام ده شباب تمام طيب خلينا نستوب ال record كده عشان الفيديو مقاش طويل ونكمل كلمتين اشتركوا في القناة